السلام عليكم النهاردة تنظرنا لديك الوقت فهنشرح باختصار المهم والمفيد شابتر 3 مترسيز اللي هو النصف و فاط تعريفات مهمنيش من colon operator لان space ازاي عمل matrix ازاي استخدم ازاي عمل matrix يعني عملت matrix او عايز اجب ارقام منها ازاي استخدم colon symbol علشان اجيب عنوين و ازاي اضيف او امسح elements من المصفوف من الاري طيب خش عالشغل الورد كل ده حاجة مظبوطة فش المشكلة ده يعتبر رو فيكتور يعني صف كل صف فيه كم عمود 1 2 3 4 5 يبقى صف 1 و فيه خمس اعمدة علشان هو صف 1 و سمنا رو فيكتوري طيب ممكن اعملها عن طريق ناسيب مسافة او ان احط كم هي هي طيب لو عايز اخليه كولوم فيكتوري عمود يعني كلهم يظهر في عمود 1 يبقى 1 2 3 4 5 عمود 1 لكن 1 2 3 4 5 صفوف باش مشكلة ده طيب طيب ايه بقى هو الكلون اوبريتور كلون اوبريتور يقولك طيب 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 يبقى ده طيب طيب المصفوفة او اسم المتجه ال x final او ال x دي بدايته وده نهايته ال x first يعني و ال x last وبينهم دي المسافة اللي بتعد بها يعني الكلام ده مش فائل ممكن تحط في brackets او من غير brackets ده optional يعني يعني مثلا انا عايزه يعدي من 1 ل 3 بمقدار ايه؟ بمقدار نص يعني ادي 1 1.5 2 2.5 3 يبقى واحد هي بداية العد ثلاث هي نهاية العد النص هو المقدار المسافة ما بينه the same vector creation but without the use of practice هو برده نفس ال a حطيت brackets او شلتها هي نفس الناتج وما لابل line space command ولك the command line space used to create a vector that has a constant spacing between its element and knowing its first and last element and the number elements in according to the following format عندي فيكتور بيساوي line space الفرمات بيختلف يعني الفرمات بيختلف يعني الفرمات بيختلف هنا ال first element كما ال last element يعني يعدي من 4 ل 6 وان دي عدد الارقام اللي هكون في في السطر يعني او العمود ازاي؟ بيقولك a vector with first element 4 last element 6 بدايته 4 وانهايته 6 وعايزوا يضحط كم مكان ان دي عدد الاماكن اللي هكون فيها العدد طيب طيب اعيز العدد للخنات دي 4 اني بتساوي 4 يبقى عدد من 4 ل 6 ويسيب مسافات هو البرنامج هيسيبها الوحدة تلقائي بس الفكرة هنا ايه؟ مش في المسافات الفكرة ان 4 دي بتدل على اربع خنات هتظهر على الشاشة سيعده من 4 ل 6 ويحط اربع خنات على الشاشة لاحظ ان قيمة العدد بالزيادة مختلفة مش قيمة سابتة خلاص دي قيمة هو البرنامج عارفها الفرق اما بين تاني بقوله الكلن operator بهذا الشكل متحط في practice دي معاناها ان ده البداية وده النهاية وده قيمة العدد نفسها لازم انت تحطها خلاص يعني يعدي من 1 ل 3 من مقدار الزيادة نص لكن هنا ما بيعملش كده ده هنا بيقولك مفيش مقدار زيادة مش محسوبة يعني هنا بيقولك يبتدي من اربعة وينتهي لستة على كم خانة على خانتين طب هنا يبتدي من اربعة ويروح لستة لكم خانة أربع خانات ازاي اعمل matrix هنشوف بعد وقت الشغل طيب كل حاجات دي تمام وانتهي بالبرنامج هتظهر بنفس الشكل فنحن نضيع وقت فين نكتبها في البرنامج اعزين نفهمها ده فولون فرمات ازاي بتكتب يعني الماتريكس يقولك انك اول ارقام ما تحطها اول ما تحط سيم كولوم ده كده يعني الصف الاول نهاية الارقام حطت سيم كولوم يبقى الصف التاني وهكذا الصف التالت ممكن تحط الماتريكس على تعمل عملات حسابية في الماتريكس ماشي انك تقول الا بتساوي اربعة والب تساوي تسعة define two variables ده كيمة متغيرين اسمهم اربعة وتسعة كريت فيكتور مثلا اسم زد والزد ده هيعمل عملات حسابية على الا والب يعني مثلا هيطلع الاول ا بعد كده يطلع ا اصتنين بعد كده قمى يعني كل ده كتب في سطر واحد ا اص ا ا اف بي سوري اصتنين بدي اف بي كده خلص الكلام ده عرفت منين ده اول سطر لانه انتهى بسيم كولوم بعد كده هيبقى اول سطر تاني سطر في سكوير روت جزر التربيع البي اللي هو بي بتساوي تسعة يبقى تسعة تسعة تلاتة كمى تمام بي على تلاتة كمى سين بي اي على الاتنين كل دي حاجات مباشرة هياخد كيمة الا من فوق والب من فوق ويتطبقها في ايه في زد ايش ايه مشكلة اي باربعة دي باربعة اي والست اتنين عربعة وست اتنين باربعة اي في بي عن اربعة اتسعة بعد كده الصف اللي بعده جزر التربيع بي تلاتة بعد كده بي على تلاتة تسعة تلاتة باربعة بعد كده صين بي على الاتنين لانه مشكلة مالهاش داع بي ايدي طيب طيب طبعا اتفعنا طبعا انتهت بسيمي كولوم طبعا انتهت بسيمي كولوم سيبتدي من الواحد لحد كام لحد لما يروح ال ايه تلاتة مجدر زيادة ايه نص يبقى واحد واحد ونص اتنين لانه مشكلة تلاتة اعرفت من ان الكلام ده لانه في براكته تمام حطيت سيمي كولوم يبقى انا فصلت العملية دي ايه العملية الجديدة بداية العد سبعة وانهاد العد خمستاشر ان هنا فيه اكواس ويضعهم على كم رقم على خمس ارقام يبقى السطر الثاني فيه خمس ارقام 1 2 3 4 5 طيب السطر الثاني سيضع فيها ارقام دي ماذا مشكلة؟ صف الواحده جديد سيضع فيها ارقام دي ماشي يبقى هنا جمع اثنين مع بعض جمع الراكتس مع line space في نفس الوقت طيب فيه حاجة تاني مهمة وفيه حاجة اسمها zeros command and once command i once and zeros لو قلت الاكس بتساوي zeros اربعة في خمسة يبقى اربعة في خمسة بسفر يبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى كم صف اربع صفوف في خمس اعمدة يبقى اول رقم ده بيدل على عدد الصفوف وتاني رقم بيدل على خمسة اعمدة ادي عمدة اول الثاني الثالث والرابعة الخمس كم صف ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى دي اربع صفوف ودي خمس اعمدة عايزة منهم ايه عايزة منهم زيروس عايزة تخليهم وانس تشير الزيروس وتحطوا وانس او تلاتة اربعة تلاتة وانس تلاتة ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى اول رقم بيدل على عدد الصفوف تاني رقم بيدل على العمدة وانس تلاتات محيات زيروس تلاتات محيات كذلك نتعلم ألقة طيب اية هو ترانسبوز اوبريتور يعني؟ panc ايقلب صفاء عمود او العمود صفاء يعني يعني انت دخلت له صف أول ما تضع له زي علامة و اللي هالك دهاتي يليبه عمود عايز ترجعتين صف؟ هكذا نعرف فيكتور اسمه V بين براكتس 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 يعني ايه ده فيكتور طيب مش مصفوفة يعني مفهول اللي نفوش هو صف واحد ثلاثة عامدة فيكتور يعني اضع الصف كل ده صف واحد وده الخانه الأولى الخانه الثانية الخانه الثالثة ممكن تشيل الكومة وتحط مسافه براحتك طيب عرفنا فيكتور ده بالشكل ده انا عايز اخليه ده ما هو صف كده لا يتحط طرف عمود يبقى اعمل ايه؟ احط العلامة دي احط العلامة دي اللي بتكتب حرف الطه تجدوس على حرف الطه من الكبر تكتب العلامة دي تجدوس اوه هنا احطه فيكتور جديد بس عشان يوريك ان ايه اللي حصل في الفكتور ده تمام؟ عشان العاملات الجديدة تنضمد تحت الفكتور اللي هو اسمه W تعالى وارها لك عملي وفيديو ده يتاول شوية عشان يحاول اختصر الشابتر كل فيديو واحد تمام؟ الله المستعان طيب، قلت مثلا فيكتور اسم V بيساوي دخلت فيه واحد انتغاراتها ما ينفعش كده لانما تحط بينهم space لانما تحط بينهم comer انا احط space خلاص اهو كده بقى فيكتور صف واحد ثلاث اعمده طب انا عايز اخليه ترانسبوز يبقى اعمل كده عايز اخلي الصفوف تبقى اعمده عايز الصفوف فصف واحد اهو بقى اعمد خلاص بيعد ويزيد ثاني اهو اعملك ثلاث صفوف اربع صفوف واحد انتغارات اربعة خلاص وهي نفس الفكرة بيطبق نفس الفكرة صف اعمود صف طيب لو عندك مثلا نعمل clear لو عندك ال V تدوس انتر يطلب لك الصفوف عايز اخليها عمده خلتها عمده عايز اخليها صفوف ماشي آآ بي ترجح صفوف تاني انك تخليها كده بالشكل اهو قالب اعملاتها كده بترجع عمده لو انت كتبتع عمده تiquerي poder cd و تستخدمه Array Addressing Array Addressing يعني بتعنون طيب نخليها دي فيديو تاني عشان الفيديو ما يتويلش فيترفع النت شكرا